صفحة أخرى فتحت بين إسرائيل وإيران وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف قنصلية تهران في دمشق تقرير لوكالة بلومبرد كشف بما سمها حرب الظل بين إيران وإسرائيل أنه وصلت إلى مرحلة جديدة وخطيرة موضحا أن الطرفين هجما بعضهم في عدة مناسبات وبطريقة غير مباشرة إذ أنه بحسب التقرير استخدمت تهران وكلأها في المنطقة لضرب إسرائيل وهو ما قد يتصعد أكثر في غمرة حرب إسرائيل وحماس تقرير بلومبرد استند إلى عدة محطات أظهر فيها الصراع بين تهران وتل أبيب المستمر منذ فترة طويلة كاستخدام إيران الصواريخ لمهاجمة ما قالت إن قاعدة تجسس إسرائيلية في إقليم كردستان العراق في الخامس عشر من يناير الماضي أيضا استخدمت إسرائيل في الماضي منشآت في شمال العراق لجمع معلومات استخباراتية عن إيران وفقا لتقارير متعددة كما أشار مسؤولون إسرائيليون مرارا إلى أنه إذا وصلت إيران إلى حافة القدرة على صنع أسلحة نووية فإن إسرائيل سوف تهاجم برنامجها النووي باستخدام القوى الجوية كذلك هناك جبهة أخرى مفتوحة بين إسرائيل وإيران هي جبهة لبنان الجنوبية خاصة مع بداية الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر حيث أعلن حزب الله عن تضامنه مع حماس وإطلاق الصواريخ على إسرائيل بشكل يومي تقريبا ما دفع إسرائيل للرد بحسب وسائل إعلام فقد كثفت إسرائيل بعد 7 أكتوبر ضرباتها ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا بعد أن اقتربت من الحدود الإسرائيلية أيضا هناك جبهة أخرى بين إسرائيل وإيران وذلك من خلال تصعيد للهجمات في البحر منذ 7 أكتوبر اتحاول الحوثيون المدعومون من إيران ضرب إسرائيل بالصواريخ والطائرات بدون طيار وهاجموا بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر